النعجة والنسران كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان وكان فوقهما نسر يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناص فريسته جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشع زميله فتلاقيا وتقاتلا حتى ملأ صراخهما الوحشي الفضاء فطنت النعجة لمكيدتهما وقالت مبتسمة ومتهكما تأمل يا ولدي ما أغرب قتال هذين الطائرين أوليس من العار عليهما أن يتقاتل وهذا الفضاء الواسع كاف لهما ليعيش في سلام هربت مع ابنها وهي تقول إن الجشع يتسبب دوما في العراق والاقتتال النعجة والنسران كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان وكان فوقهما نسر يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناص فريسته جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشع زميله فتلاقيا وتقاتلا حتى ملأ صراخهما الوحشي الفضاء فطنت النعجة لمكيدتهما وقالت مبتسمة ومتهكما تأمل يا ولدي ما أغرب قتال هذين الطائرين أوليس من العار عليهما أن يتقاتل وهذا الفضاء الواسع كاف لهما ليعيش في سلام هربت مع ابنها وهي تقول إن الجشع يتسبب دوما في العراق والاقتتال